شركة كبريت المشراق وشركة التأهيل والفحص الهندسي التابعتان لوزارة الصناعة تم إنهاء تكليف مديريهما من قبل وزير الصناعة وكالة بسبب سوء الإدارة كما شمل القرار مداورة سبع مدراء عامين في العديد من الشركات أبرزها شركة السيارات والصناعات الميكانيكية وشركة الفارس وشركة الإسمنتي شرط تحسن أدائهم خلال الستة الأشهر المقبلة تم إنهاء تكليف اثنان من المدراء العامين وتدوير سبعة مدراء آخرين الشركات التي تم إعفاء أو إنهاء تكليف مدراءها هي شركة كبريت المشراق وشركة التأهيل والفحص الهندسي أما شركات الذين تم تدوير مدراءهم شركة السيارات والصناعة الميكانيكية وشركة الهايدرولوكية وشركة الفارس وشركة النحاسية خبراء المجلس الصناعي العراقي وبرغم إشادتهم بتوجهات الوزير الإصلاحية وقراراته الإدارية إلا أنهم يرون أن تطوير القطاع الصناعي يحتاج أيضا إلى توفر حزمة من الإجراءات وتعاون جميع الوزارات لنجاحها الصناعة تحتاج إلى حزمة من الإجراءات المهمة جدا وليس قرار واحد في مقدمتها أنه هناك جهاز إداري مهني فني كفوق ونزيه قادر على إدارة المنشأة التي يعمل بها وهذا شيء أساسي وضروري لكن تحتاج الصناعة أيضا إلى إجراءات أخرى الطاقة الكهربائية البيئة الصناعية البيئة القانونية التي تهيئ مستثمر تحتاج تعاون الوزارات الأخرى وتركز الإجراءات الإصلاحية لوزير الصناعة وكالة محمد الشيع السوداني خلال العام الحالي على تحويل نحو 15 شركة تابعة لوزارة الصناعة إلى شركات ربحية بعد تهيئة كافة الاحتياجات اللازمة لها وضعنا هدف ما فاد بأن 10 إلى 15 شركة من شركات الوزارة يتم تحويلها من شركات خاسرة إلى شركات رابحة في عام 2017 هذا كان هدف واتفقنا عليه في وزارة الصناعة وهيئنا كل متطلبات يعني أنا ما ممكن أطلب فقط من المدير عام أنه يحولها إلى شركة رابحة بدون ما أحل وأساهم في حل المشاكل وبرغم محاولات وزارة الصناعة إعادة الحياة إلى شركاتها ومصانعها الإنتاجية إلى أن مشكلة تسويق منتجاتها وعدم تعاون مؤسسات الدولة معها يشكلان عائقا كبيرا أمام نجاح خططها الإصلاحية أحمد عرام الحرة بغداد